بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة بالتأكيد مهمة جدا لأن خلاص سنبدأ الاستعدادات لمباراة الداخلية في الدور العام بعد عودة الفريق من الإمارات وتحقيق كأس السوبر يوم الجمعة الماضية على حساب نادي الزمال الكلين عارفين احتفالات الأهلي يعني تأخذ أكثر من 24 ساعة بعد أي فوز أو أي انتصار أو أي تحقيق أي لقب لكن بالتأكيد الفترة القادمة فترة مهمة جدا مباراة الداخلية والمنافسة على صدارة الدورة وتحقيق أول سلاسة انتصارات مهمة جدا في أول سلاسة مباريات في الدور العام لأنه فيه توقف مهم خلال الفترة الجاية بالنسبة لأجندة الدولية حالة النهاردة فيها كواليس وفيها أخبار وفيها معلومات وهنرد على بعض التفاصيل المهمة جدا المتعلقة بإسم وتاريخ ومكانة الأهلي وفرحة جماهير الأهلي بأي انتصار بتبقى في أي إطار لكن بسرعة كده نروح لي سؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة متعلق طبعا بالإحصائية التاريخية والرقم التاريخي اللي اتحقق بعد تحقيق الأهلي ميت فوز على الزمالك في رأيك ما هي أهم مباراة وكم كانت نتيجتها شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر والإستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم خاصة أن الآراء النهاردة بنتكلم على رقم تاريخي ميت مباراة فاس فيها النادي الأهلي على الزمالك في جميع البطولات وعلى مدار التاريخ وبالتالي الألقاب والتواريخ والانتصارات والمباراة التاريخية كثيرة وعديدة لكن طبعا أهم مباراة من وجهة نظركم كانت إيه والنتيجة اللي انتهت بها هذه المباراة كانت إيه الحساب الرسمي للنادي الأهلي نشر مباراة على تويتر وعلى الحساب الرسمي قالوا جمهورنا العزيز نود أن نخبركم بأن فوزنا في مباراة السوبر مساء الجمعة هو الفوز المية لفريقنا في الدربي طبعا رقم تاريخي مهم جدا وده بالمناسبة رقم مية في كل البطولات بنتكلم في بطولة الدوري والكاس ولقاءات السوبر المحلة وبطولات إفريقيا والسوبر الإفريقي وكل المناسبات اللي واجه فيها النادي للزمالك طبعا كانت مباراة مهمة جدا للأهلي والزمالك خلال الفترة السابقة طبعا مية مباراة مش من تلتمائة أو ربعمية مباراة لا احنا بنتكلم مية مباراة من مئتين حاجة وثلاثين مباراة يعني الأهلي بيقترب خلاص من حوالي مثلا خمسين في المية من عرض المباراة يقدر يكون كسب الزمالك في أكثر من خمسين في المية إن شاء الله في المراحل القادمة وبالتالي دي أرقام مهمة جدا لازم نبروزها ونذكرها لكل جمهورنا وكمان جمهورنا يشارك معنا لأن على مدار مية مباراة الأهلي انتصر فيها للزمالك هل مباراة الستة واحد؟ هل مباراة القاضية ممكن؟ هل مباراة أربعة ثلاثة في كأس مصر؟ هل مباراة خمسة ثلاثة في الدوري الأخيرة؟ مباراة الحمد لله كتيرة وعديدة والانتصارات كلها تاريخية هل البعض ممكن يكون شايف لقاء السوبر الأخير أعظم انتصار للأهلي ولا؟ فكل الأرقام وكل المباراة دي أكيد فرصة لجمهورنا عشان يشارك معنا في الإجابة على السؤال ده وفي آخر الحلقة بإذن الله قدر الإمكان أخذ أكبر مساحة من إجابات حضراتكم على أهم مباراة وأفضل نتيجة اتحققت في مباراة القمة لقاء الديربي ما بين الأهلي والزبالك خلال مئة مباراة طيب نروح بقى ليه عنوين حلقة النهاردة ونشوف أبرز وأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يختتم استعداداته لمباراة الداخلية وكمان تغييرات متوقعة على التشكيل الأساسي وأخيرا صلاح ينتظر رقم قياسي جديد في دور الأبطال استعرض مباراة اليوم والنهاردة في مباراة محلية ومباراة في دور أبطال أوروبا المباراة المحلية واستهناف مباراة الجولة إلى الثالثة من الدور العام في هذه اللحظات تتقام مباراة حرس الحدود والسموحة مباراة نقدر نقول لدربي سكندري بدأت الساعة خمسة وما زالت النتيجة التعادل السلبي الساعة سبعة ختم مباراة اليوم المحلية مباراة الدوري البنك الأهلي يصديف سيراميكا كيليو بطر نروح بقى لمباراة القوة والإصارة في دور أبطال أوروبا الساعة تمانية لربا بورتو يصديف أتليتكو مدريد باير لفاركوزين أيضا في نفس التوقيت تمانية لربا يصديف كلوب بروج والساعة العاشرة من مساء اليوم يمكن ست مباراة مهمة جدا أبرزهم بالتأكيد مباراة ليفربول ونابولي الساعة العاشرة أيضا في نفس التوقيت جلاسكو رينجرز يلعب مع أكسا مستردام باير نيميونيخ يصديف في انتر ميلان فيكتوريا بيلزن يصديف في بارشلونة سبورت انجليش بون يصديف في انتراخت فرانكفورت وفي الختام مباراة تمارسيليا الفرنسي يصديف في توتنهام هوتسيبير أبرز المباراة ليفربولو ونابولونة إن شاء الله بإذننا نشوف مباراة ممتعة آخر حاجة معايا النهاردة ويمكن خالص التعازي للكابتن سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني خالص التعازي والمواساة في وفاة المخفور لها بإذن الله والدته والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وقطعات النادي المختلفة تقدموا بخالص التعازي للكابتن سيد معوض دعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان إن لله وإن إليه رجعون أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأخبار والكواليس في فقرة ترند ترند أهلا بحضراتكم من جديد طيب النهاردة الموراني الختامي لفريق النادي الأهلي استعدادا لمباراة الغد أمام الداخلية بكرا إن شاء الله المباراة الساعة الخمسة مساء على استاد للسويس مواجهة مهمة جدا أمام فريق الداخلية والأهلي يمكن كلنا عارفين بعد مباراة السوبر كان لساعدات مختلفة رجع من الإمارات بعد أقل من ساعتين كان موجود في التيتش بيتضرب عشان يستعد لمباراة الداخلية اليوم الثاني كان راحة سلبية وإن بارح كان تمرين والنهاردة تمرين والنهاردة للتدريب الختامي وبعدها على طول الفريق هيسافر إلى السويس للدخول في معسكر مغلق طيب كل التفاصيل وكل الأخبار المتعلقة باستعدادات الأهلي وآخر الأخبار من ملعب مختار التيتش بالجزيرة ومن مقر النادي الأهلي بالجزيرة مع الزميل العزيزة كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي يقول لنا كل التفاصيل المتعلقة بمران الأهلي مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحية لك والتحية والشكر أيضا موصول كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي ما هو الجديد لديك يعني نقدر نقول بقى محمد انتهت خلاص الأفراحة الخاصة ببطولة السوبر يعني فرحة كانت كبيرة جدا وبطولة كانت مهمة جدا معنويا ونفسيا لكل عبتل النادي الأهلي وأيضا كمان لجمهور النادي الأهلي اللي قدم رسالة كبيرة جدا ومنتظرين منه كالعادة كل الدعم والمساندة لفريق النادي الأهلي في مشواره هذا الموسم سوا في بطولة المحلية وأيضا كمان في البطولة الأفريقية زي ما أنت ذكرت يا محمد يعني من الإمارات إلى ستادل تيتش بدون راحة يمكن الراجل كان مصر بشكل كبير جدا يكون في ريكافر على طول عقب وصول فريق النادي الأهلي هنا إلى القاهرة وبالفعل يمكن أدى هذا الأمر تدريب كان طبعا كان في يوم راحة لتدريبين قدر أقولك تدريبين كانوا مميزين جدا لفريق النادي الأهلي الجدية واضحة جدا الرغبة موجودة لاستمرار على المستوى والأداء الكبير جدا اللي شفناه مع فريق النادي الأهلي في مباراة السوبر ده اللي بيطالب بيه الحقيقة مستر مارسل كولر للمدير الفني أكد على أن صعوبة المباراة اللي بيكون بعد مباراة تاتويج بيكون صعبة جدا فمحتاجة مننا التركيز الكبير الراجل بيأكد في هذا الأمر في كل المحاضرات وكل لعيب النادي الأهلي عرف أهمية هذه المرحلة انت عارفة محمد خلاص انت هتلعب مباراة ثم يتوقف بطولة الدورة العام فبنعمل ان شاء الله بإذن الله يكون توقف بنتيجة وبأداء مميز جدا زي ما النادي الأهلي الحقيقة بيأدي أداء رائع مستر كولر خمسة من خمسة زي ما بنقول خمس مباريات من خمسة ده أمر مهم جدا وده يدل على الشغل الكبير اللي بيبذل وعلى الرغبة اللي بتساعد الجهاز الفني الراجل مميز جدا في قراته الفنية لعيبة النادي الأهلي أكدنا محمد أكتر مرة ان الموسم ده سيكون موسم مختلف على كل البطولات الجدية والراحة الكبيرة اللي خدا فريق النادي الأهلي والإصرار والتركيز الكبير اللي بنشوفه مدينا الأمل ومدينا الانطباع ان النادي الأهلي في كل المباراة هتشوفه زي مباراة السوبر فان شاء الله بإذن الله مباراة الداخلية زي ما الأداء كان مميز جدا زي ما التركيز كان من البداية هتكون مباراة صعبة الفريق عنده طبعا طموحات وعنده أمور كثيرة جدا لكن شاء الله تكون طموحاتنا أكبر مع الإصابات ومع الغيابات الحمد لله يمكن من فترة كبيرة محمد يعني سكواد النادي الأهلي حاجة رائعة ومميزة جدا انا ببتشوف دكة البودلاء وبتشوف السكواد اللي متواجد في المباراة بيكون في طمأنينة ديانجي موجود حمدي مش موجود السلية موجود كل اللعيبة بتأدي أداء مميز جدا أكرم مش متواجد هاني مش متواجد كريم فؤاد فيمكن دي طمأنينة كبيرة لكن يمكن لو بنذكر طبعا الغيابات اللي أكون غايبة عن مباراة الغد على رأسها طبعا طار محمد طار حصوله على كارت الأحمر ديانجي الحقيقة بيواصل التأهيل اللي شد فيها الخلفية رامي ربيع أيضا كمان بيواصل التأهيل لكن الجديد طبعا معنا هو معلول ومستر مارسي الكولر وحسين الشحات الحقيقة يمكن عندهم نازل البرد بعد الوصول هنا إلى القائرة فالدكتور طبعا أحمد وعالو رئيس الجهاز الطبي بيتابع بشكل كبير جدا غابوا أمس عن التدريب ويمكن غابوا أيضا كمان النهاردة عن تدريب اليوم فيمكن تعرف محمد خلاص يعني التدريبين مش متواجدين فالكل مش يكون متواجد فيه مباراة الغد بالنسبة طبعا لألسلية وأيضا كمان حسين الشحات ومعلول لكن بقية اللعبين أداء كان رائع جدا نهاردة كات القيادة الفنية للكابتن سامي أمصان مع طبعا الجهاز الفني بالكامل يعني يا رب محمد إن شاء الله بإذن الله كل اللعيبة اللي غايبة يكون فيه تعويض كبير في التشكيل فيه أيضا كمان على دكتة البودلاء تكون اللعيبة على قدر المسئولية الرسالة الكبيرة جدا والمثال اللي احنا بنأكد عليه كريم فؤاد وجوده على دكتة البودلاء توفيق ربنا بيكون معاه بيد انطباع للجميع إن الفرصة جاية فإن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون كالعادة بتركيز كبير جدا وثلاث نقاط هيكونوا مهمين قبل توقف الدور إن شاء الله يا محمد طيب سؤال أخير يا كريم الحافلة والفريد حرك للسويس ولا لسه شوية موجودين في النادي دلوقتي يعني أقدر لك يا محمد في قلال لحظات بسيطة يعني من أقل من عشر دقائق دقائق إن شاء الله بإذن الله تتوجه حافلة النادي الآلي للسويس للقامة طبعا في المعسكر المغرق أو في مقار طبعا النادي الآلي في السويس لكن خلاص أقدر لك الحظات بسيطة جدا التقس بس في تقلب شوية فإن شاء الله بإذن الله بنتمنى وصلنا يكون بسلام وصول حافلة النادي الآلي لأن في بعض الأمطار طبعا في بعض المناطق لكن إن شاء الله بإذن الله توصل حافلة النادي الآلي لمقار النادي الآلي في السويس ومنها إن شاء الله غدا يكون التقس والمناخ طيب جدا يساعد النادي الآلي إن شاء الله في مشوار بطولة الدورة العامة بإذن الله الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزينا على كل هذه المعلومات والإضاحات وإن شاء الله الفريق يوصل بسلامة الله إلى السويس في ظل التقلبات الجوية اللي قال عليها كريم فبالتالي الفريق يتحرك مساء اليوم وإن شاء الله طريق السويس يكون كويس والفريق مبيت هناك في السويس وغدا المباراة إن شاء الله ساعة خمسة في إطار المباراة الجولة الثالثة من الدوري العام أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا أخبار مهمة جدا من النادي الأهلي وفي بعض النقاط محتاجين نرد عليها بتفاصيل وبأرقام مهمة لكل السيدة المشاهدين سواء الأهلوية أو حتى اللي مش أهلوية أهلا بحضراتكم من جديد طيب الفوز الأهلي بكاس السوبر واضح إنه هو مزعى للبعض أو مدايق البعض على مدار 3-4 أيام كده شايف بعض التصرحات وشايف بعض الكلام نقدر نقول كلام فاضي يعني كلام لا هيقدم ولا هيأخر لأنه كلام مش مبني حتى على أرقام وكلنا عارفين اللغة الأرقام لا تجذب ولا تتجمل لكن رغم للبعض على فكرة ممكن يكون بيشتغل في مكان المفروض إنه مكان محايد لكن الانتماء بيبقى أوقات كتيرة غالب عليه وأوقات كتير قوي غالب عليه قوي يعني دايما كده يقول لك إيه في معظم تصرحاته ما يلي كفة على حساب كفة إلا بقى لو الأهل بيبقى كسبان والنتيجة واضحة والأداء واضح فمضطر غصبا عنه أنه هو يتكلم عن شكل الأهلي وأداء الأهلي أنا مش هحب أتكلم عن أسماء ومش هذكر أسماء لكن أنتم عارفين الكلام الفاضي اللي بيتقال من مبارح أصل فرحة الأهلوية أو فرحة جمهور الأهلي بالفوز بالسوبر ما تقلش عن فرحة الأهلي بنهاي دورة أبطال إفريقيا ومباراة القضية اللي كانت من سنتين نحن النهاردة طرحنا السؤال وهنشوف الإجابات طبع الحمد لله عندنا نتائج تاريخية ومكاسب تاريخية في لقاءات الديربي فالجمهورة ولا يقول كلمته لكن أنا كلمتي هتبقى متعلقة بلغة الأرقام فكرة أن آخر سنتين الزمال الكعبو على الأهلي عالي أو الزمال الكعبو عالي على الأهلي الكلام ده مش حقيقي والكلام ده يعني حق يرد بيه باطل الكلام ده أصلا مش من الواقع ولا موجود أساسا مش معنى كفزت ببطولة فأنت كعبك علي علي أنت في المواجهة المباشرة اللي بيني وبينك أنا متفوق عليك لكن على مدار الموسم في أمور تانية خارجة عن إراضتي وأمور غير مباشرة سهمت في نهاية المسابقة بالشكل اللي الكل عارفه ولكن خليني في المواجهات المباشرة عشان الناس تشوف مين كعبه علي علي مين تمام لو من نوفمبر 2020 لغاية نوفمبر 2022 شهر نوفمبر اللي بدأ النهاردة بنتكلم في سنتين طيب إحنا في السنتين فزت بكم بطولة وخسرت كم بطولة طيب في السنتين لعبت مع المنافس التقليدي معايا كم مباراة وخسرت كم مباراة طبعا الموطعة نفسها وإحنا بيتكلم على الأرقام دي وقدامنا الأهداف العالمية اللي شوفناها في لقاء السوبر والهدف البرازيلي لبرونو سافيو في مرمى عواد طيب أنا في السنتين فزت بتمن بطولات اللي بيتكلم بيقولك كعب مين علي على مين فزت باتنين دورة أبطال إفريقيا فزت باتنين سوبر إفريقي فزت باتنين برونزية كاس عالم للأندية تحت إشراف الفيفا أعلى مظلة وأعلى هيئة مشرفة على الكرة في العالم وفزت ببطولة كاس مصر وفزت ببطولة سوبر مصري ما خسرتش إلا اتنين دورة وواحد كاس اللي هو بيكلم فيها عن الكعب العالي طيب يعني في عرض البطولات قدام المنافس التخليدي وجماهير المنافس التخليدي أنا فزت بثمان بطولات والمنافس فاز في ثلاث لقاءات منهم بطولة كانت مواجهة مباشرة بينه وبينه على التاريخ مباراة نوفمبر 2020 مباراة القاضية هدف محمد مجدي أفشا نهاية دورة أبطال إفريقيا اللي الأهلي فاز فيها بالبطولة التسعة طيب في المواجهات المباشرة لعبت مع الزمالك كم مباراة لعبت مع الزمالك سبع لقاءات دورة أبطال إفريقيا نهاية دورة أبطال إفريقيا فزت اتنين واحد في الدور العام فزت في لقاء الدور الأول خمسة تلاتة وتعدلت في الدور الثاني اتنين اتنين في الموسم قبل الماضي فزت اتنين واحد وفي لقاء العودة اتعدلنا أو لقاء الدور الثاني اتعدلنا واحد واحد وفي كأس مصر هي المباراة الوحيدة اللي خسرتها من الزمالك من كم شهر كانت في نهاية الكاسل وظروف كلنا عارفينها لكن فاز الزمالك والسوبر الأخير الأهلي فاز اتنين سفر يعني أنا فزت على المنافس التقليدي ليا أربع مرات وتعدلت مرتين وخسرت مباراة واحدة أي كعب عالي البعض بيتحدث عنه مهل لغة الأرقام بتوضح مين هنا كلامه صح ومين كلامه غلط وبالتالي اللي بيقول إن الكعب العالي للزمايك على الأهلي ده كلام فاضي كلام مش حقيقي انت فزت مبطولة لكن في المواجهة المباشرة بينه وبينك أنا كعب عالي عليك آخر سنتين أنا مش بتكلم بس آخر عشر سنين إحنا لو فتحنا لغة الأرقام من ألفين لغاية ألفين اتنين وعشرين هيبقى فيها صدمة الناس هتسمع رقم لا تتخيلوه ممكن الأهلي والزمايك تلعبوا مثلا مع بعض مثلا تلاتين اربعين مباراة الأهلي فاز مثلا ما يقرب من عشرين خمسة عشرين مطر فبالتالي تبص على الأهداف الأهلي في الفترة دي فترة السنتين جف الزمالك خمساشر هدف ومونيا مرمى بعشر أهداف فبالتالي الأرقام أعتقد واضحة لكل السيدة المشاهدين وان كلام واضح جدا لكل السيدة المشاهدين إن الأهلي في آخر سنتين لما خسر الدوري خسر لأسباب كلنا عارفينها لكن لما لعبتك في المواجهات المباشرة أنا متفوق عليك أداءا ونتيجة أداءا ونتيجة وبالتالي الكلام الفاضلي بيتقال ده محدش يسمع له ومحدش يهتم به زي فكرة الصفقات كده اتقال لك صفقات الأهلي لن تفيدوا صفقات ضعيفة وفي مباراة واحدة شفنا تأثير الصفقات شفنا أداء شاد حسين وشفنا هدف برونو سافيو في المقابل بص على الصفقات الناحية الثانية حدث ولا حرج يعني لا نتيجة ولا أداء ولا أرقام فبالتالي الأهلي متفوق وجمهور الأهلي يثق في إدارة النادي الأهلي وفي لعب النادي الأهلي وبعد من يتحدث عن النادي الأهلي بشكل سلبي أعتقد سرودكم بقت واضحة أمام الجميع أن الأرقام أو التصريحات اللي بتقولوها في حق النادي الأهلي كلها يعني غير صحيحة وغير منطقية لأن بالأرقام اللي احنا قلناها واضح جدا مين كعب وعالي على مين أما بالنسبة للإحتفالية من كتر البطولات والألقاب جمهور الأهلي بيحتفل في يوم أو اتنين ما بيحتفلش على مدار سنة كاملة ولكن لما قلت الأهلوية بيحتفلوا زيادة عن اللازم فحب يقولكم لما بنحتفل بنحتفل إزاي لكن هل احتفالية السوبر أكبر من احتفالية القضية؟ لا هي يوم واتنين وبنركز في البطولة اللي بعدها لأن تاريخ الأهلي دايما كده في جملة تاريخية قالها منو الجزيل لعيبة الأهلي في العصر التاريخي اللي احنا شفناها من فترة 2004 لغاية 2012-2013 أكتر من حوالي 8-9 سنين انت خدت بطولة حطيت الميدالية أو الكاس في دولاب البطولات اقفل وابدأ اشتغل على البطولة اللي بعدها وجمهور الأهلي بقى عارف إزاي يحتفل بطولة بس لما يحتفل بطولة ابتدى بقى ايديها حقها بجد لأن البعض لما بيحتفل بطولة بينسى التاريخ لا أنا أفقرك بالتاريخ وأفقرك بالبطولات لكن فرقة الأهلي قفلت الدولاب وبتستعد لبطولة جديدة عشان ترجعها وتخطها في الدولاب وهي بطولة الدوري العاب أخبار الأهلي يمكن زي مننا كريم أحمد من شوية كان نتكلم على بعض الأخبار كابتن سارد الحفيز قال نزلت برد وراء غيابها كولر ومعلول والشحات وعبد المنع من نهضع يغادر المستشفى بعد جراحة الأنف لكن أهم خبر معايا وهو متعلق به أن المبارح كان فيه تصريحات نسبت للمهندس عدل القيعي في برنامج ملك وكتابة المهندس عدل القيعي بنفسه نفى هذه التصريحات المنسوبة لي وكل ما ذكر أمبارح عبر السوشيال ميديا عاري تماما من الصحة اللي تابع أمبارح حلقة ملك وكتابة يعرف أنه كل اللي تقال أمبارح عاري تماما من الصحة والمهندس عدل القيعي نفى كافة التصريحات التي نسبها البعض إليه خلال ظهوره على شاشة قناة الأهلي بالأمس والتي تناولتها بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من مصادر غير دقيقة وأضاف أن هذه التصريحات التي تمت الإشارة إليها غير صحيحة بالمرة وأنه لم يتناول في حديثه وجود مفاجآت تخص النادي خلال الفترة القادمة البعض بيحاول بس بياخد نفسكة كده مش سليمة والمهندس عدل القيعي نبارح لما يتحدث عن أي مفاجآت ولكن في بعض اللي جان كده أتمنى جمهور الأهلي ياخد باله كويس أوي في بعض اللي جان الإلكترونية بتحاول تنسب تصريحات وتضرب أهبار على السوشيال ميديا غير صحيحة عشان تلفت انتباهك لأمور تانية ويبقى حتى الموضوع لو ما حصلش أو ما فيش في جديد يعمل لك حالة إحباط فيصدر لك موضوع من جديد ويعمل بروباجندة على موضوع من لا شيء أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونتكلم على تريند الأهلي ونشوف اللي كتب على السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي أعلم بحضراتكم من جديد ونشوف اللي كتب على الأهلي في السوشيال ميديا أول حاجة معنا في تريند الأهلي حساب المصري الرياضي حساب المصري الرياضي على تويتر كتبوا المشكلة تتفاقم غياب علي معلول والسلية عن مباراة الأهلي أمام الداخلية علي معلول ممكن عنده نزلت برضو قوية طبعا بالنسبة كبيرة مش موجود في المعسكر وفي قائمة الأهلي أمام الداخلية وعمر السلية ممكن اشتكى كده من ألم في العضلة الأمامية وبالتالي أيضا بالنسبة كبيرة جدا لن يكون في قائمة الفريق اللي هيتم يعلنها ان شاء الله خلال لحظات قبل التوجه إلى مدينة السويس والغيابات للأسف مؤثرة بشكل كبير سواء معلول أو السلية أو حتى طاهر حسين الشحات يعني أكتر من لعب بعد لقاء السوبة حساب الوطن سبورت بيتكلموا على تجهيز بديل لعالم معلول فنياً وبدنياً الوطن سبورت على تويتر قالوا نجاز الفني بدأ في وضع بدائل لاحتمالية غياب معلول هو طبعاً بالنسبة كبيرة معلول مش موجود ما كانش موجود في تمرينة النهاردة ولا تمرينة مبارح وبالتالي مين أكتر فيه أكتر من بديل لعالم معلول بنتكلم مثلاً في أحمد نبيل كوكا كريم فؤاد وكمان فيه أيمن أشرف أحد أبرز اللعابين اللي شغل هذا المركز في السنوات السابقة وفيه لعب صاعد موجود مع الأهلي وتم قيده في القائمة الإفريقية رأفات خليل فبالتالي إن شاء الله مش هيكون فيه أي مشكلة بالنسبة لي غياب معلول نتمنى سلامة علي في المقام الأول بإذن الله وبعد كده مباراة الداخلية يقدر الجهاز الفني يحط البودلاء بشكل كويس ويقدر يسد الفراغات اللي هتكون موجودة في هذه المباراة الوطن سبورتي بتكلمه تبدو فرص كريم فؤاد قوية بعد تقلقه في المباراة الأخيرة تلات بدائل لخلاف الطاهر محمد طاهر في تشكيل الأهلي أمام الداخلية لسه برضو عند الوطن سبورت على تويتر وبتكلمه على بدائل طاهر كلنا عارفين أنه طاهر يمكن معارقة اخد إيقاف مبارتين بعد الطرد أمام الإسماعيلي ومباراة الداخلية هي المباراة الأخيرة اللي مش هيشارك فيها طاهر بسبب الإيقاف لكن بتكلمه في حالة غياب طاهر من البدائل طبعا البدائل كانوا بتكلمه على حسين الشحات وكريم فؤاد وبرستاو شيل حسين الشحات كمان لأنه عنده نزل التابارد فبالتالي مش هيكون موجود في لقاء الداخلية عندك كريم فؤاد وبرستاو كريم فؤاد ده لعب جوكر يعني يقدر يلعب في أكتر من المركز زواء الجامحة اليمنى أو الجامحة اليسرى وكمان قدر مرسل كولر يعني يحطه في مركز جديد وهو مركز الجناح الأيمن وده ظهر بشكل كبير في آخر مباراتين وأحرص هدف في لقاء الزمالك برستاو فرص وجوده في لقاء الداخلية منذ البداية وردة بنسبة كبيرة جدا في ظل غياب طاهر محمد طاهر نروا الحساب في الجول وبيتكلموا على أيضا الإصابات خبر في الجول كادمة في الضلوع تبعد رامي ربيعة عن مواجهة الأهلي والداخلية رامي ما كانش موجود في الفترة السابقة لكن خلال التدريبات الفردية اللي كان بياخدها رامي ربيعة تعرض لكادمة في الضلوع وبالتالي النهاردة حتى شفنا جزء من المران اللي بدأ حوالي الساعة 3 العاصر وكان رامي بيعمل تدريبات منفردة وبالتالي رامي أيضا خارق قائمة مباراة الأهلي أمام الداخلية اللي هتتلاحب بكرة في السويس الساعة 5 وبالتالي هيكون موجود محمود متولي وياسر إبراهيم في ظل الغياب كمان محمد عبد المعيم وبنسبة كبيرة كمان أيمن أشرف هيكون موجود في القيمة بإذن الله يلا كورة وحساب يلا كورة على تويتر مصدر ليلا كورة ربيعة يقترب من الغياب أمام الداخلية و3 أسابيع تفصل عمار أو تفصل عمار عن العودة نحن قلنا موقف فرامي ربيعة أما بالنسبة لعمار حمدي عايز أقول لكم أن مرس القلر مهتم جدا بعمار حمدي ويمكن يكاد يوميا بيتابع مع البرنامج التأهيلي اللي بينفزه عمار حمدي في المرحلة الأخيرة الرجل اتفرج على فيديوهات وشايف أداء ومستوى عمار حمدي وشايف أنه عنده سرعة في نقل القرى من الدفاع للهجوم ويكون لعب محوري في خط الوسط وبالتالي مهتم جدا بمسألة تأهيل عمار حمدي وإن شاء الله خلال 3 أسابيع عمار حمدي يعود للتدريبات الجامعية ويكون جاهز إن شاء الله بعد التوقف الأخير اللي قادم في نوفمبر للمباريات الرسمية نرى الحساب كورا بلس وغياب آخر لأحد أبرز اللاعبين تعرف على موعد عودة أليو ديانج للتدريبات الجامعية أليو ديانج غياب على اللقاء السوبر ولعب مكانه طبعا فيها نفس المركز عمري السلية وحمدي فتح والحمد لله قدر الأهل يكسب ومحسناش بأي غياب مؤثر لكن طبعا ديانج من اللاعبة المهمة جدا هل هيكون موجود في اللقاء الداخلية؟ لا صعب لسه أمام آليو ديانج حوالي أسبوع للعودة للتدريبات الجامعية وفقا لمصرحة به طبيب فريق النادي الأهلي دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي اللي قال البرنامج التهيلي لأليو ديانج لسه أمامه أسبوع للعودة للتدريبات الجامعية كده بالشكل ده آليو ديانج مش هيكون موجود مع منتخب مالي في الأجندة الدولية وبعد نهاية الأجندة الدولية إن شاء الله يكون جاهز للتدريبات الجامعية مع لعبي النادي الأهلي آخر حاجة معي في ترند الأهلي وهنا هقف قدامها لحظة بسيطة لأننا نتكلم على نجم وأسطورة من أساطير القرى المصرية في السنوات الأخيرة محمد الشناوي حارس مورمان نادي الأهلي الشناوي عمل إيه؟ فضل مستني أن الفرقة تقف على رجليها وتقدر تعمل بطولة وتسعد الجماهير عشان يحتفل بلقب أحسن لاعب في أفريقيا اللي فاس بيه في جواز الاتحاد الإفريقيا اللي اتعاملت من حوالي ثلاث شهور في المغرب الشناوي على حسابه الرسمي على إنستجرام كتب مبروك على الأهلي وجمهور العظيم بطولة كأس السوبر شكرا للعيبة وإدارة النادي وعبال بطولات جاية جي الوقت عشان احتفل بلقب كنت مأجل الاحتفال بيه وهو أحسن لاعب في إفريقيا رب دايما في احتفالاتي أهلوية هنا بقى بيحضرني جملة مهمة جدا عن دور كابتن النادي الأهلي رغم اللقب اللي فاس بيه الشناوي أحسن لاعب في إفريقيا على فكرة ده لقب مش عادي ولا لقب صغير وولاي الجدل لما تلاقي حارس مرمى يفوز بلقب أحسن لاعب في إفريقيا لكن التوقيت اللي فاس في الشناوي باللقب ده كان للأسف في نفس اللحظة للأهلي خسر فيها كأس مصر في شهر سبعة اللي فات وبالتالي هحتفل إزاي بلقب فردي وأنا خسران بطولة وجمهور الأهلي زعلان ففضل مستنى اللحظة إن الفريق يقف على رجليه ويفوز ببطولة عشان يحتفل باللقب الفردي واللي كتبوا الشناوي على حسابه على الانستجرام شوفوا ردود الفعل أول تعليق قدامي من مصطفى شبير قوفى شبير كتب تستاهل كل خير يا شنو بعد نجم النادي الأهلي محمود ده كهرباء إن شاء الله قريب بإذن الله هنشوفه في الملاعب عمل قلب للشناوي وبالتأكيد بيتمنى له كل التوفيق ورسم القفاظ اللي الزهبي وإن شاء الله بإذن الله يكون الموسم الجاري بإذن الله بدأة موافقة للشناوي أعتقد رسالة واضحة جدا إن مهما كانت الألقاب الفردية وقيمتها لكن تبقى في النهاية هي جزء من اللقب الجماعي عشان كده تلاقي أن هذه الأهلي غير سواء في المكسب أو في الخسارة وأنا خسران مش هتلاقيني باحتفل ولا أعمل أي مظاهر احتفالية لكن وأنا كسبان دوري أحتفل بالألقاب الفردية مع الألقاب الجماعية أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع لآخر فقرة معنا في برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من المرنامج التريند ونروح للتريند المحلي وأول حاجة معنا فيه التريند المحلي حساب كورا بلس بيتكلمه على عسام الحضري وفيه تصريح للحضري بصفة طبعا مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي اتكلم وقال إن كنت أتمنى احتراف محمد أبو جبل بعد أمم إفريقيا كانوا بيتكلموا على حراس منتخبنا الوطني واتكلموا على الشناوي وقال عفرح جدا لو الشناوي قصر كل الأرقام القياسية وبقى أفضل حارس في تاريخ مصر لكن كمان اتكلم على أبو جبل وقال كنت أتمنى أن يحترف بعد أمم إفريقيا لكن طريق ما كانش هو اللي احنا رسمينه بالنسبة لأبو جبل بعد بطولة إفريقيا اللي تلعبت فيه الكاميرون طيب المصر الرياضي أيضا على تويتر وبيتكلموا على أن بعد تقاهل منتخبنا الأولمبي لمواجهة زامبيا في المرحلة الثالثة والأخيرة قبل التقاهل إلى المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبيات باريس الكاف حدد مكان مباراة الزهاب بين المنتخب الأولمبي ومنتخب زامبيا لقاء الزهاب هيكون في مصر لقاء العودة هيكون في زامبيا لكن لسه ما تحددش إمتى التاريخ بالزبط المباراة دا تتلاحب في الفترة من 23 إلى 30 مارس من العام القادم والمباراة ممكن تتلاحب بقاء في القاهرة في اسكندرية بورج العرب دا يتحدد أكيد في شهر 3 اللي جاي آخر حاجة في الترند المحلي كورا بلاس وفي تصريح للأستاذ محمد مصرحي رئيس نادي الاتحاد السكندري قال فضلت زوران مانولوفيتش على عرض جوزي مورينيو قال إن جوزي مورينيو كان رشح مدرب برتغالي آخر للاتحاد السكندري المدرب دا اشتغل معاه في اليونيتد المان يونيتد لكن محمد مصرحي قال إن احنا فضلنا التعاقد مع زوران مانولوفيتش طيب نروح للترند العالمي وصحيفة زاصان من خلال المصر الرياضي قالوا إن زاصان بترشح محمد صلاح لتعويض ميسي في باريس سان جيرمان يعني في حالة رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان زاصان الإنجليزية قالت إن محمد صلاح نجم ليفربول مرشح للانضمام لفريق باريس سان جيرمان طيب نروح ليه حساب الكورة بلس ورقم مهم جدا عايز رقف عنده متعلق بمحمد صلاح محمد صلاح جايب 46 هدف في دوري أبطال أوروبا عشان يدخل ضمن أفضل أو قائمة العشر العظماء اللي أحرزوا أهداف في دوري أبطال أوروبا نقصوا بالزبط أربع أهداف وبالتالي إحنا خلاص على أعتاب أربع أهداف تفصل صلاح عند قائمة العشر العظماء بدوري أبطال أوروبا العاشر حاليا في لبو إنزاجي جايب خمسين هدف لو صلاح جاب أربع أهداف وإن شاء الله يمكن خلاص يعني في البطولة دي ممكن يحرزهم ويدخل من ضمن أفضل عشرة جابوا أهداف في دوري أبطال أوروبا وده رقم مهم جدا لنجمة مصري زي محمد صلاح طيب نروح ليه حساب في الجول وحساب في الجول على تويتر نشر تصريحات لبوبا جوارديولا بيعلن فيها غياب هالند عن مباراة إشبيلية هالند بيشعر بتحسن لكنه ليس جهزا بنسبة 100% جوارديولا بيقول لا أريد المخطرة به فهو لم يشارك في التدريبات الجمعية بعد أتمنى أن يكون جهزا لمواجهة فولهم يوم السبت المقبل هالند عمل أرقام مرعبة في الدور الإنجليزي طيب حساب ريال مدريد يسعى لتقديم معارض رسمي لضم جابريل خسوس من أرسنال يمكن أرسنال السنة يعمل نتائج مميزة متصدر الدور الإنجليزي في مفاجأة من العيار الثقيل يعني المنافسة لو بين الستي وليفربول طبيعية لكن أرسنال من خلاف نتائجه السنوات الأخيرة محدش كان أتوقع أن السنة دي يكون في صدارة الدور الإنجليزي وماشي بشكل كويس جدا آخر حاجة حساب إي بي إيل وورليد قال أستون فيلا مهتم بضم نجم ريال مدريد وتشيلسي السابق إيدن هازارد يعني أستون فيلا بيسعى لضم هازارد خلال الفترة اللي جاية وطبعا لعيب مميز جدا لكن هنشوف خلال الفترة إيه اللي جاية؟ نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة ميد فوز للأهل على الزمالك إيه أهم مباراة؟ وفي نفس الوقت النتيجة اللي انتهت بيها المباراة أو أهم مباراة من ضمن الميد مباراة اللي الأهل يفاز بيها على الزمالك يمكن كمان فيه زملاء صحفيين وإعلاميين داخلين بيعالوا على السؤال وأستاذ عادل هيبة بيقول من الصعب جدا اختزال الأمر في مباراة واحدة لأن جميع الانتصارات المية كانت في قمة الجمال والروعة ولكن من أحد أفضل المباراة مباراة الفوز ستة واحد أكيد ده مباراة دايما علقة في الأزهان الأستاذ زوالي الإمام بيقول عمري منسى مباراة الانسحاب الشهيرة اللي هي كانت مسم خمسة وتسعين ستة وتسعين واللي فوزنا فيها اتنين ناسف طبعا مباراة لا تنسى هدف فريق سف نادر السيد وبعدها إنك مطسوف إلا النور المباراة حصل فيها انسحاب وبتاع لك الأهل يكسب وخد الدورة الفريق أكتر من 13 نقطة محمد عبد المواطي أو قدر يعوض الفريق اللي كان حوالي 13 نقطة مع نادي الزمالك محمد عبد المواطي بيقول مباراة ستة واحد للتاريخ ومباراة نهاية إفريقيا والأضية ممكن لتأكيد التاريخ أكيد في تفاعل مهم جدا على السؤال أستاذة بسمة عدنان بتقول كل مباراة كانت نهائية أو نتيجتها فاصلة لتحقيق بطولة تكون مهمة ولكن الأهم والأغلى على الإطلاق مباراة القرن الأضية ممكن ومباراة السوبر الأخيرة لما كانت سيتلتب عليها من مكائد ضد بيبو رئيس النادي الأهل آخر حاجة سازيح يا صابر بيقول الحمد لله شهدت معظم المباراة لأنني أشجع الأهل منذ أكثر من 60 عاما وأعتقد أن مباراة الستة واحد ثم الأضية ممكن تأتي في المقدمة وأجمل هدف هدف زكريا ناصف في عادل المأمور وآخر أجمل هدف هدف برونو سافيو في السوبر بإذن الله دايما للأهل متفوق فيه تفاعل كبير جدا على السؤال وكل الأهلوية فرحانين بتاريخ الأهل في مباراة الدربي والكلاسيكو على نادي الزمالك في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة والإسبوع القادم نلتقي على خير في حالة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء